اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق آخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الذاكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار ويتواصل اللقاء مع تعداد فضائل الأذكار العامة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شرفها وفضلها وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات آمين معلوم أن الواحد منا يدور بين حالين حال يكون فيها مع ربه سبحانه وتعالى يكون مستغرقا في عبادة الله عز وجل موصولا به وحال أخرى يكون فيها مع أحواله الدنيوية يسعى على معايشه يلاعب أولاده يداعب زوجته وتلك سنة الحياة لكن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في غاية الحساسية تجاه هذا الأمر بعضهم كان يعد هذا من النفاق والعياذ بالله من باب الورع الزائد كان بيخاف على نفسه يعني مش بيخليني فق صريح بيخاف على نفسه إنه يشوف نفسه في المسجد كأنه قاعد في الجنة وخايف من النار كأنه يعني معزول عن الحياة موصول بالله عز وجل مستغرق في عبادتي وطاعات ولما يطلع بره إليه نفسه بيأكل ويشرب ويحرط الأرض ويلعب الأولاد ويرحنه ويداعب الزوجة فهي يقعد مع نفسه كده وله أنا كنت في الجامع من شوية سجود وطاعة وذكر وقرآن وحضور مع نبي صلى الله عليه وسلم وحال إيمانية عالية ولما طلعت بهيد كده الزوجة والأولاد والدنيا والأكل والشرب والتجارة لا ده لازم ده نفاق بقى شوف ده خايفين على نفسه ميه ده ميزان عالي إنما دلوقتي خصال النفاق شغالة وكل واحد يقولك إني مؤمن يا أخي يعني تليه بيكذب بالليل وبالنهار وقولك إني مؤمن وتلاقيه قاعد يبث الإشاعات في الناس إني مؤمن مؤمن مين ده مؤمن سندوتشات يعني ولا إيه يا راجل اتق الله مؤمن دي تقولها لما يكون عندك إيه عندك حالة عالية من الالتزام بالدين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا فالإيمان مهش كلمة بتقال الصحابة كان عندهم الحلل عاليا ديا خافوا لحسن يكونوا في المسجد على حالة لما يكونوا في المسجد على حالة وفي البيت والشارع على حالة تانية مع عدم المعصية الحالة المعايش سنة الحياة خافوا لحسن يكون نفاق ودي القصة اللي حصلت وتبينينا فضل الذكر إن إحنا مش ملايكة الملايكة هم اللي برة زي جوة في السماء زي في الأرض لا ينسونا ذكر الله عز وجل لا يعصونا الله ما أمرهم ويفعلونا ما يؤمرون يسبحونا الليلة والنهارة لا يفترون إحنا مش ملايكة إحنا بشر ينبغي أن يكون الغالب علينا ذكر الله عز وجل إما استقلالا زي ما كنا عدين نذكر الله بأنواع الذكر اللي بيناها قبل كده وإما يعني أثناء عملنا حتى لو أنا بشتغل في مصنع بقول بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله ما صلي على النبي وهكذا عدين يقول بس شغلين في الدنيا ولما ييجي وقت الصلاة الله أكبر حي على الصلاة خلاص ما ما استغلين في الدنيا ما الحياة مش هتبقى كلها مسجد وإلا كيف تستقيم الحياة لنا فهذا ما حصل مع حنظلة الأسيدي في موقف مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه بيان فضل الذكر والمداومين على الذكر يقول حنظلة الأسيدي وكان أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقيني أبو بكر فقال لي كيف أنت يا حنظلة فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة نافق حنظلة فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول يا رجل ما تقولش على نفسك كده ما تقول فين أنت والنفق فين فقال له يا أبا بكر إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي أو رأي عين أي ما يكوننا أعماش كأننا على رسنا الطير فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ولما نطلع بره بقينا بوشتان مش وش معصية يعني انشغلنا بالدنيا بعد ما كنا جوه منفصلين عن الدنيا في ذكر الله عز وجل فقال أبو بكر فوالله يا حنظلة إنا لنلقى مثل هذا الله ده كلنا زي بعض بقى ده احنا كده يجب نخاف فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا عليه أو حتى دخل عليه فقال حنظلة حنظلة أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة أنا واعتفي النفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك يعني كأنه يقول لا أعيذك بالله من النفاق يا حنظلة وما ذاك إيه اللي خلك تحكم على نفسك بالنفاق قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي أو رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا عافسنا يعني اشتغلنا بالأولاد ملاعبة وإصلاح أحوالهم والضيعات الضيع اللي هي الحرفة أو الصناعة يعني مزرعة مدقر ميكانيك أحدادا جارة أي حاجة من الحاجات عادنا بها اشتغلنا بدنيتنا يباحنا عندك بوشه بره بوشه تاك يباحنا منفقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون من المداومة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أي ما أنتش ملائكة ده أنت لو بتدوموا على الحالة اللي أنت في المسجد تبقوا زيها في البيت تبقوا زيها في الشارع تبقوا زيها في الشغل ما تبقوش بشر تبقوا ملائكة يبقى الملائكة تقابلكم في كل حتة تسلم عليكم لأن أنتوا خلاص بقيتوا منهم لكن إحنا مأمورين بالمداومة على ذكر الله إن استقلالا بوقت وإن ونحن نمارس أعمالنا شريطة ألا تصدنا الحياة والانشغال بيها والسعي على المعيش عن ذكر الله فسنة الحياة أن نعمل للدنيا كما نعمل للآخرة إن لربك عليك حقا وإن لبدانيك عليك حقا وإن لأهليك عليك حقا وإن لولديك عليك حقا وإن لضيفيك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق شريطة وإنت بتشتغل في الدنيا خلاص المسجد أنت قاعد ما فيدكش دنيا خلاص ده أنت دخلت الآخرة في المسجد كده لما تطلع بره الدنيا يب أنت شغال في الدنيا لكن الدنيا ما تلهكش عن ذكر الله ولا تخليك تضيع الواجبات ولا تعمل المعاصي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله اللي هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآية وفي بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق إذن أنت شبيه الملائكة أيها الذاكر وهذا فضل عظيم أيضا من فضائل الذكر العامة أن صاحبه في معية الله ومعية الله عز وجل نوعان معية عامة مع خلقه جميعا المؤمن والكافر الطائع والعاص البر والتقي الفاجر والشقي وهذه المعية معية عامة أن الله معهم يطلع عليهم يسمعهم يراهم أن الله عز وجل يعلم أحوالهم طيب وهذه تدعو للمراقبة وهو معكم أينما كنتم لازم تخاف منه طيب هناك المعية الأخرى وهي خصة بالمؤمنين وحدهم وتتفاوت بين المؤمنين يعني الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا معيتهم تختلف عن الذين يذكرون أقل الذين يواظبون على الطاعة ويحرصون عليها في أكمل وأحسن صورها معية الله سبحانه وتعالى لهم أعظم من معية الذين يقلون عنهم في الطاعة درجة أو درجات فالذاكرون الله عز وجل الذين يدومون على ذكره هم أهل معية الله الخاصة اللي هي معية الله بتوفيقه ونصره وتأييده معية الله عز وجل بأن ينصرهم ويعزهم ويكفيهم ويؤويهم بأن يغفر لهم بأن يثيبهم هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه يب الذاكر الله معه ينصره ويحميه ويكفيه ويسدده ويؤويه ويؤويه ويوفقه ويثيبه ويجزل له العطاء أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه حرك شفتيك باستمرار بذكر الله عز وجل ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل أسرع بمغفرته إلى الذاكرين الله وأن الذاكرين الله هم أرجاء الناس لثواب الله عز وجل ولمغفرته وذلك أنهم معه لا ينسونه ولا يغفلون عنه وفي بعض الأحاديث أن الله عز وجل يذكر في ملكوته من ذكره في الدنيا مع الناس ويذكر سبحانه وتعالى في نفسه من ذكره في نفسه وهذا شرف عظيم أن نسمك عند الله عز وجل يتردد في السماء وعند الملائكة والحديث مشتهر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم ينادي علينا ربنا يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير منهم والحديث بلفظه المشتهر يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم معنى الكلام دا إيه أنا معه إذا ذكرني عرفناها فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني كيف تذكر الله في نفسك ذكرني في نفسه يعني في قلبه تفكر وإن كان بعض العلماء ما بيحبش يقوله هو اسمه تفكر الذكر لا ينطلق عليه ذكر زي ما حيجلنا في قواعد الذكر في الجزء التاني إن شاء الله إلا إذا تحركت به الشفتان اللسان والشفتين يتحركهم ده لابد حتى يطلق عليه ذكر إنما لو بس انت قافل بؤك كده بس قلبك حاضر مع الله ده اسمه فكر تفكر هو انذكر بس خلينا ناخد الرأيين بقول انذكرني في نفسي يعني في قلبه دون أن يحرك شفتيه أو انذكرني في نفسي يعني حرك شفتيه بذكري حرك اللسان والشفتين دون أن يسمعه أحد من الناس لتنين صح بس التانية هي الأقرب إلى المعنى اللي هو في السر يعني بس لسانه وشفتيه يتحركون ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منهم ذكرني في ملائن يعني قعد في المسجد وده بيصلى نبه الصلاة وده بيذكر الله وده كذا يبه هو في ضمن مجموعة من الناس إذن يكون ثوابه عند الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الذكر العظيم أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن نعلق وأن نؤكد بعض الناس يستدل بتاعت إن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منهم إني عدوا مع بعض يقولوا اللهم ويقولوا مع بعض لا هذه صفة لم تحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا وهو الذي أخبرنا بأن الله يذكر في ملائن من ذكره في ملائن لكنه لم يفعل هذه الطريقة فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاذكر الله في الناس وإنت الوحدك ده بيذكر ده بيذكر وبيذكر إذن أنت في ملائن فالله يذكرك في السماء أسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه أذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه